في فير بلاي نحكيه على مدرب تونسي يقود المنتخب الفلسطيني منذ أيام تقريبا وحن نعيش على وقع الهجمات اللي قاعدة سايرة توا على أشقائنا في فلسطين الشقيقة ملكيين الصهويني معنا بتريفون مكرم دبو بالحرس السابق لتراجل جوريس يكيد نعرفون يسل كل مدرب المنتخب الفلسطيني مكرم مهلا بيك مرحبا بيك أخي إسلام ومرحبا بكل مستمعي ذات إكسبرسا فيم ماذا نحوي لك شنين الأمور والله هنا بيس الحمد لله أول حاجة تمن عليك مكرم مركيد على كل شقائنا في فلسطين السياع أنت وين بذبط في فلسطين أنا نعيش في مدينة رملا يعني من ضواحي القدس يعني قريبة يعني تقريبا عشرين دقيقة على مدينة القدس الأوضاع يعني برملا أو بالضفة الغربية نسبيا يعني داخل المدن هادية لكن يعني في الطرقات أو عند الحوادث يعني ونقولوا احنا مناطق التماس يعني الأوضاع يعني صعبة صعبة جدا يعني في اشتري مواجهات مع القوات الاحتلال وإن شاء الله ربي يعني ينصرهم إن شاء الله ربي يحميهم أكيد أمين إن شاء الله خلي حكي شوية الساعة على تجربتك أنت جديدة مكرم في منتخب فلسطين حكينا شوية ساعة أنت بعدتها شوية على المشهد في تونس تقريبا منذ الاعتزال متاعك الغالين قطعت شوية لأخبار متاعك ريتفني بأنك تبدأ منغادي ولا كيفيش بالضبط؟ في الحقيقة يعني من الفين وعشرة أنا بعد بعد الاعتزال ثلاث سنين يعني دربت في جرتيس يعني كنت فترة مدرب حراس مساعد مدرب في فترة يعني استلمت حتى خيادة الساعة الأول في بعض المباريات بعدها التحق في مختارة تليلي يعني طلعت مع الفلسطين مع المنتخب الأولمبي وطورت تقريبا عندي عشرة سنين يعني مبيني المنتخب الأولمبي السنة والولى السنة ونص وبعدها التحق بالجهاز الفني للمنتخب الأول الفلسطيني في خطة مزدوجة بين مدرب حراس مساعد مدرب الفين وثمنتاش يعني اشتغلت منصف مدير ثنية ومدرب يعني أول منتخب الناشئين ومدرب عام منتخب الأول والسنة الماضية في الفين وعشرين استلمت منتخب فلسطين اللاعبين المحليين وشاركت في بطولة دولية في بنجلادش وفزنا بالبطولة ومن شهر تقريبا عشرين أربعة استلمت خطة مدير فنية ومدرب أول للمنتخب الوطني أكيد شنيد أهداف اللي حضرتوها مع المسؤولين في الجامعة الفلسطينية احنا الهدف الأولاني عنا مبارايتين الأولين هذوم بتاع استكمال التصفيات المزدوجة بتاع كاس العالم وكاس آسيا احنا ترتيبنا وضعيتنا الحالية يعني صعبة يعني نحتلوا المركز الأخير بعد السعودية وأزباكستين وسنغافورة واليمن عنا مباراة الأولى 3-6 مع سنغافورة ومباراة 15-6 مع اليمن مطالبين تحوز على سنغافورة وأقصى حد يعني تعاودوا مع اليمن لأنه باش نتهلوا المرحلة الثانية للكاس آسيا وبعدها بعشر تيام عنا مباراة مع جزر الكومور يعني يعني هذي اللي بس نتهلوا الكاس العرب إن شاء الله في ظل الظروف اللي موجودة توا في فلسطين اللي كيد نحبوها ناس الكل كيفاش ظروف العمل المكرم؟ والله الظروف صعبة شوي يعني تجميع اللاعبين أنا اليوم من المفروض مباراة كنت يعني بعد العيد إجارة العيد كنا نرجع معسكر أجلناه اليوم وفي نسبة كبيرة من اللاعبين أعتذروا فصوصا من سكان يعني أقولوا احنا فلسطينيين 48 يعني في مواجهات كثيرة من المستوطنين يعني في الداخل والأحد هنا على الطرقات على الفلسطينيين يعني بسوى بلقاء الحجارة وحتى يعني بال يعني رمي الرصاص عليهم معني الوضع صعب نحنا مجبورين إنه باش نشتغلوا في الظروف هذه ونتأقلموا يعني حتى اللاعبين الحالة النفسية بتاعهم تعرف في الناس عندهم في عنا لعبين معنا من غزة الأهالي معاهم يتواصلوا معاهم لـ 24 ساعة يعني شبه كانوا اللاعبين جهاز سني كلهم بالتليفونات والأخبار يتبعوا يعني الوضع يعني حالة نفسية صعبة وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله نكونوا عند حط نظام إن شاء الله فما شوية خوف ما عافش ما أنك أنت ما خلالتش روح التونس وإلى الليلة لا مثلا ما يش خوف أنا عندي عشرة ثمين وعني صرت كيمة الفلسطينيين اللي هنا صرت حالة تأقلم مع الأوضاع يعني بصراحة يعني صرت يعني عنا حالة يعني صرت حالة تعقلم يعني صرت حالة يعني مشهد يومي يعني سواء المواجهات على الحواجز ونشوفهم فيهم كل يوم حتى في اللايمة العادية يعني بين شرطة الاحتلال وبين بعض المصطوطنين يعني صرت حالة ربي يعني واحد كما قلت لك إحنا دورنا اللي هنا كلاعبين وكجهاز فني وإداري اللي منتخب الفلسطيني إنه مطالبين يعني يعني إحنا رسادتنا يعني نفس الرسالة يعني الإخوان اللي قاعدين يواجهوا الاحتلال يعني الصمود متاحهم إحنا مهمتنا إنه نلعب ونحقق الفول بش ندخل الفرحة والبسمة للفلسطينيين ونطبق العالم إنه على أرض فلسطين في شعب يستحقين العنب الحرية والكرامة والأمن والزهارة أكيد شوفنا مكرا في وسائل الإعلام فيديوهات وسوار صادمة لكن نتصور الواقع وانتي عايش فيه أبشع وأفضع من يبكثير من الجرائم اللي قاعدين نشوفوا فيها أكيد يعني الوحشية متاع القوات الاحتلال والمجازر اللي قاعدين نتكبوا فيها سواء في الضفة وفي غزة وفي القدسة حتى المناطق اللي متاع 48 الفلسطينيين موجودين بالداخل يعني وحشية كبيرة وأني قلت لك وضع مأسوي يعني بصراحة يعني تشتيت المئات العائلات والدمار للبنية التحتية الأطفال يعني دمر كبير وحشية كبيرة أكيد يخال يا ذايا مسؤولية قديمكم خاصة بش دخل ولو شوية بسمة للفلسطينيين من المنتخب من تعبلياتهم في كورة القدم كما حكيت لك احنا مسؤوليتنا كبيرة يعني كل اللاعبين اللي هنا والطاقم الفني والإداري والتب يعني هدفنا واحد هو أنه أنه نوصل الرسالة أو نصع أنه نتواجد في التظاهرات القرية التظاهرات القرية والدولية يثبت لهولية الفلسطينية وأنه السعب الفلسطيني يعني قادر أنه أنه استحق له يشبه الحرية وكرامة وأنه يثبت وجوده شكرا لك أعطيك صحة مكرم دابوب بتوفيق لك إن شاء الله مع المنتخب الفلسطين الله يساك شكرا بارك الله وفيك لك كان هذا الحارس السابق الترجي الجيس مدرب المنتخب الفلسطيني مع تونسي مكرم دابوب كنا نحكينا معه على المتولية المهمة الجديدة في قيادة منتخب الفلسطين وإيضا تدخلنا الفرصة باش نعرفوا شوية الأوضاع في فلسطين وخاصة في قطاع غزة من الاعتداء الغاشم من الكيين السرهين إن شاء الله رب يكون ورب يحمي مع أخوانا في فلسطين إن شاء الله ينصرهم على الكيين السرهيني مدنا مواصلين في فالفلاي حتى المرتفى نصف موزيكا وبعد راجعين شكرا بارك الله